أعتقد أن الإجراءات كلها تمت بشكل سليم يا مادام راوية أنا عاوز أسجنه المعداوي لأ خالد غريب أنا كنت متخيل أن أنت مهتمة بالمعداوي أكتر من خالد كان كفاية قوي اللي حصله اتشل ما بقاش قادر يتحرد كده تمام قوي إحنا على فكرة قضية الطلاق هنكسبها هنكسبها متإليش والقضية التانية أنا ماشي في الإجراءات بتاعتها أيها بس إحنا مش لازم نتأخر لا 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 ما تلاقيش يعني إيه ما تلاقيش لأ قلق أنا بقى ولعلمك كل ما حنتأخر مش هيبقى لصالحنا مادام راوية الأوراق اللي معانا هتخلي خالد ييجي على ملوشه يتفاول لأن الأوراق اللي معانا مش سليمة ما هو مش معقول يدخل أبو جسيد يا متر خالد مش حيطاتي خالد اتغير ما بقاش خالد اللي إحنا نعرفه لعلمك بقى كده أحسن يعني إيه أحسن يعني لما يكون عصبي يبقى له مش في دماغه يتصرف تصرفات غلط كل ده بقى نلمه ونثبته في المحضر وفي الملف بتاعه طيب أنت عارفة أن أنا عايزك تروح البيت آه عايزه يتعد عليك تاني ونعمله محضر بالتعدي تاني طيب هو يعني مش حيفقس الحركة دي لا 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 خالص هو مش هيعرف أصلا إحنا عملنا له محضر إحنا لنا طريقة كده في الخباسة أنا عايز أثبت قد إنتي متعذبة معاه في حياتك ما شاء الله يا أستاذ جلال إيه ده ده أنت تتعلم بشكل فريع جدا تلميزك يا رأيس يعني أنت شايف أن أنا أرجع الفيلا؟ آه مش هيردى أقعد فيه دقيقة واحدة عادي يحصل مشاكل بينك وبيني تتطول عليه يتطول عليك يمدي إيده نعمله محضر بالتعدي تاني أنت عارفة أن أنا عملت محضر باختفاء هاني أنا بالنسبة لي هاني مش قضية يعني أنا بس شاكك أن خالد يكون هو اللي خطفه ولو سبتنا ده تبقى ضربة معلق أنا تديت أحبك وأنا بحبك من ساعة ما شفتك آه 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 نحن هنا أه آه أخلكو يا حبيبي خلوا المشاعر دي البعدين هتعملي إيه؟ هنزل من هنا على الفيلا على طول يا حبيبي أنا معنديش وقت جوزي وحشني ها 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 ماذاك يا سيد؟ الحمد لله يا فن في حد هنا من العيلة المعافنة ولا غاره في ستين دهية؟ لا موجودين يا فن هيغور ديه اللي جابك هنا؟ جاي أخو اتحكتي حكتك؟ انت بلكيش حاجة عندنا طلع بقر لا يا حبيبي لاي حاجات كتير اوعي بقى هي كل مرة ولا ايه؟ اوعي انت ناسي ان احنا فيه بيننا قواضي وفيه محضر بعدم التعرض رسمي انت عارف انا لو كنت عملت فيكي اللي المفروض كنت عمله كان زبانك دلوقتي مشرف في الحكس انا بقى اللي هعمل فيكي اللي كان لازم اعمله من زبان بعد ده انا حوديك في ستين دهية خالد اوه سبها خالد غلط اللي انت بتعمله ده صدقني عادي يا حبيبي ما هو ما بيعرفش يعمل راجل غير علي انا بس تحترمي نفسك بقى تحترمي نفسك خالد تعمل رزيزة خالد تعمل رزيزة محاضي سنون اهوة لا يا خالد خليه في حالي انا عرفك مين هو خالد المعداوة انت لسه امراطي ياشخ انت تافي تافي؟ طب تعالي بقى لا ورايا شوف يالا يعمل فيها حاليا يواندي نفس شوف داهية مش عايز اسمع نفس مش عايز اسمع نفس temen انا بقى أعرفك اذا اخدت راجل او مش ارايا ياش smile ياشخ انتاج وز جسم اميد عني ابيد عني سوفيا تعال تعالي تعال يا بدويوخش عدا اسثرة ماذا؟ صوفيا مالك فيه ايه؟ ما فيش حاجة لا فيه الله يخليك يا رجأ سميني في حالي لا مش حسيبك ما تخليش موقف زي اللي حصل ضايقة يارلك حياتك هي جاية هنا عشان كده يعني يا يعني هي جاية هنا علشان حاجة من اللي اتنين يا امه يضربها وتجري على الاسم وتقول إن هي متعزبة معاه وتثبت الحالة دي يا امه عشان يحصل اللي حصل دلوقتي إنك انت تشوفي خالد بني أدم وحش وتقولي لا خلاص أنا عايزة سيبه ومش هطيقع عيش معاه أنا متأكدة إن هو ده اللي بيدور في دماغك دلوقتي صدقيني خالد أصلا بيكره راوية ومش عارف إزاي يزلها بتستلمش هادرات حمل اللي بيحصل ده خلاص يبقى هي كده وصلت اللي هي عايزاه ما هو كلي بني أدم لو تعقق انتي تقطق أكبر من كده بكتير صدقيني ما تخليش موقف زي دهوتي يغيرلك حياتك اسمعي كلامي أنا اسمعي كلام واحدة فهم الدنيا كويس يا خالد يا صوفيا يا رجاء إيه فيه إيه فيه مالك يا عمي فيه أنا عايز خالد حاضر هتقولي خالد حاضر حاضر إيه ده يا عمي ما تقلقش أنا عايز خالد أنا عايز خالد حاضر حانده حالا حاضر آه إيه ده يا عمي البنت دي عايزة تهدي في دهية أيوة هي جاية عشان كده هو لازم يفهم ده خالد طيب خالد ملوش في شغل النسوان ده إيه ده يا عمي خالد عارف كويس قوي هو بيعمل ايه وبعدين راوية في الأول وفي الأخ المراته والمفروض تعيش في الحتة اللي هو عايش فيها إيه أيوة يا عمي راوية المفروض ما تسيبش الفيلا تاني أبدا وحكاية الطلاق دي بلاش منها زي صدقني يا عمي دي مهما كانت بنت عمه وزي كان على اللي عملته مع هاني معلش كلنا بنغلط إنت اللي بتقولي كده صدقني يا عمي هو ده اللي هي مش عامل حسابه أبدا لو عملنا رد الفعل ده هي بوز لها كل خطاتها هتتجنن صدقني إنت عارف هي عايزة إيه هي عايزة زي ما انت قلت عايزة خالد يروح في دهية عايزة حياته تتهد ويخش السجن ويختفي وساعتها هي تيجي وتاخد كل اللي هي عايزة وتمشي إحنا بقى هنسيبها قاعدة في الفيلا والفيلا الطويلة العريضة دي هتبقى سجنها أنا دلوقتي فهمت هي عايزة إيه وعرفت إحنا لازم نعمل إيه بقولك إيه يا بنتي أنا قديت كلمة ولو يمكن هرجع فيها أبدا تمام مهمة بس ما يطلعش زي اللي قبل أتجاوز قبل ما السنة دي تخلص على فين؟ هنام من النهاردة هنام بدري واصحة بدري واروح النادي أجري شوية وبعد كده عوم وبعدية هروح عامل مساج من النهاردة لازم أهتم بجمالي عايزة حس إني مختلفة أنا مش عارفة بس أنا ليه كنت تعبى نفسي طول الفترة اللي فاتت وهنا كده كده هتجاوز وقعد في البيت لأ لا 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 أنا مش هقعد في البيت هو قالك إن هو هيشغلني ولا لا بصي مش مشكلة خليه نعود معي بس الأول وأعجبه وبعد كده هنتناقش في الحاجات دي ايوه طبعا نفسي حب واتحب نفسي عيش قصة حب كده زي قصة وليلة رامي وجوريات وتفتكني ده هيحصل يا حيوبتي هيحصل وحياتك يا ليلة لا يحصل أصلا أنا كل يوم بأحلم بده طب أنت عارفة أنا مش بنامل لما بشوف الحكاية كلها قدامي كأنها فيلم ثاني ما وانا بطلته كأنها الحقيقة وأنا الخيل حياتي يا موميرا أنا مش هزاكت تعشمي في الدنيا قوي كده الدنيا هتعم اللي أنا عايزة يا ليلة مش اللي هي عايزة أنا متأكدة أنا متأكدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة